بالفيلم ده وبعد فيلم ناينتين سيفنتين جورج مكيبي يرصخ نفسه كأحد أفضل الناس اللي بتجري قدام كاميرا في التاريخ يمكن متفوقا على توم كروز وممكن يكون في المركز الثاني بفارق ضئيل عن أريين روبين مثلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي حنتكلم عنه النهاردة هو ميونخ دا اتجوف وور ميونخ دا اتجوف وور فيلم من انتاج بريطاني ألماني متاح للمشاهدة على نتفلكس وأغلب الناس مش واخد بالها منه لأنه تقريبا صدر في نفس موعد صدور الفيلم المثير للجدل The House اللي فيه فار بيدخل قط وبيقلع مريالة المطبخ في مشهد أثار غضب الكثيرين وأنا موجود هنا النهاردة عشان أقول لكم أن ميونخ دا اتجوف وور فيلم حلو ولازم تتفرجوا عليه شكرا باي باي أحداث فيلمنا بتبدأ سنة 1932 في جامعة أوكسفرد عشان نشوف صداقة طرفها الأول هو هيولي جات اللي بعد ست سنين بيبقى سكرتير نيفل تشامبرلين رئيس وزراء بريطانيا وطرفها التاني هو بول فون هارتمان اللي بعد ست سنين بيبقى مترجم للصحافة الأجنبية في ألمانيا وتقاريره بتصل لأدولف هتلر شخصيا والست سنين اللي عدوا دول بيوصلونا لنقطة مهمة جدا في تاريخ البشرية استعداد ألمانيا النازية لغزو تشيكوزلوفيكيا الإنجليز بيحاولوا بكل قوة أنهم يوصلوا لحالة من حالات السلام مما يقود شامبرلين وهتلر أنهم يجلسوا سويا على طاولة المفاوضات استعدادا لتوقيع معاهدة ميونيخ ولكن فيه كواليس المفاوضات دي فيه حاجة تانية مهمة بتحصل وهي سر خطير بيجمع الصديقين القدامى مع بعض فيا ترى إيه اللي حيحصل امبارح في الستريم كان فيه أحد الأصدقاء شاف الفيلم بناء على ترشيحي ورجع يقول لي الفيلم حلو جدا بس أحداثه متوقعة الراجل مستغرب أننا أمام فيلم تاريخي وأحداثه متوقعة يا حلاوة هو بالتأكيد طبعا الشق التاريخي في أحداثنا متوقعة ولكنه ما بيسرتش كل اللي احنا عارفينه وخلاص الفيلم الحقيقة عنده وجهة نظر وجهة نظر بتبرق نيفل تشامبرلين رئيس وزراء بريطانيا اللي استقال بشكل ممكن يكون غير مشرف واللي بينظر له على أنه أحد رموز الحماقة في التاريخ لأنه سمح لهتلر بأنه يضحك عليه ويحصل على مساحة كبيرة من الأرض بدون حرب مقابل وهم أنه مش حيدخل في حرب أمام أوروبا كلها ومش عاوز أسهب في طريقة الفيلم للدفاع عن نيفل تشامبرلين في الوقت الحالي ولكني بس بحاول أقول لكم أن رغم أن الأحداث التاريخية بكل تأكيد متوقعة ولكن وجهة نظر الفيلم مثيرة للاهتمام وفي نفس الوقت أترك تعقيب سريع بإني مش بالضرورة مقتنع بيها محترم جدا طريق تقدمها ولكنها بكل تأكيد من نقاط الضعف في الفيلم لأنها متحيزة بشكل واضح وعموما نقاط ضعف الفيلم مش كتير والشق التاريخي في الأحداث ما هواش الشق الأهم في تقديري الشخصي الأهم هو بكل تأكيد قصة الصديقين واللي مبنية بشكل ملحمي رائع فيها تحليل ودراسة متعمقة للشخصيطين وقيمة التحليل والدراسة ديت ما هياش ترفيهية فقط وما هياش وفية للتاريخ فقط هي الحقيقة فيها دروس مهمة جدا ممكن نستفيد منها في حياتنا المعصرة حياتنا اللي مليانة حشد وتعصب اللي بتستنزف منا طاقة كبيرة جدا في الدعم والتشجيع لكل شيء ولكل حد بنحبه زي ما يكون انتصار الحاجة دي أو الحد ده مهمة من مهام حياتنا لدرجة اننا بنتغاضع عن العيوب والمشاكل وبنقول دي حاجات صغيرة مش ممكن تعيب الصورة الكبيرة واحنا مش عاملين اي حساب لامكانية ان المشاكل الصغيرة دي تكبر وتبقى مشاكل كبيرة تلاقي نفسك واقف قدامها وانت عاجز لان جبل الدفاع اللي انت بنيته بقى اكبر من انك نفسك تهدمه وتلاقي نفسك مندفع في الدفاع عن الباطل لان ما عادش فيه سبيل للعودة دي كانت من الافكار اللي سيطرت علي لفترة طويلة جدا ويا ما حاولت اشرحها في عدد من الجلسات بس ماعتقدش اني عمري عرفت انقلها بالشكل اللائق وده اللي بيكبر قيمة الفيلم ده عندي لانه الحقيقة عالجها وشرحها بافضل شكل ممكن من خلال التناقض في وجهات نظر بطلنا بدون الاشارة لضرورة ان في حد فيهم صح والتاني غلط ولكن من خلال غزله داخل احداث تاريخية كلنا عارفينها وهنا معرفتنا بيها بتنتقل من كونها عيب لكونها شيء ايجابي جدا في الاحداث لانك وانت بتتفرج على قصة الصديقين بتحس ان في قدر من الوجاهة عند كل واحد فيهم بس بصلة الصح والغلط تم حسمها من خلال الاحداث التاريخية والداعم المتعصب في احداثنا الحقيقة ما بيواجهش مشكلة في انه يرجع عن سبيل الخطأ بس الجبل اللي هو بناه ده بيفضل يدفعه في سبيل خطأ اكبر ومن سحر الفيلم ان رغم كل اللي انا حكيته ده فانا بكل تأكيد محرقتش حاجة فيلمنا بطولة مشتركة ولكن فيه درجة تصدر لشخصية هيولي جات اللي جسدها جورج ماكي وجورج ماكي من الممثلين الشباب الرائعين هو الحقيقة عنده 29 سنة مش نغة بس هو اخترق المشهد السينمائي بشكل ناجح جدا سنة 2016 من خلال فيلم كابتن فانتاستيك وحط نفسه داخل دائرة الضوء سنة 2019 من خلال ظروف فيلم ناينتين سفنتين وهو ممثل عنده سمات فريدة اولهم واوضحهم من رغم ان عنده 30 سنة تقريبا ولكن لسه ملامحه صغيرة وده بيعكس حالة من حالات الصراع داخل اي شخصية بيعملها سهل عليه عبر عن انه خايف او متردد او مرتبك ودي كلها ادوات بيستثمرها بنجاح كبير جدا في فيلم ميونيخ دا اجوف غور لانه بيقدم شخصية بيعدي عليها 6 سنين داخل الاحداث ولانه بيمر بظروف استثنائية تاريخية تحب تشوفه خلالها وهو متشبث باراءه زي ما يكون ولد صغير وتحب تشوفه وهو مش متأكد قوي لما الضغوط بتزيد لما الخطر بيبقى حقيقي ولما تلاقي نفسك مطالب بتحمل مسئولية الدفاع عن اراءك اللي انت اطلقتها وقت الرفاهية وعندنا في المقابل شخصية بول فون هارتمان اللي بيجسدها الممثل الالماني يانس نيوفونر اللي اتصور ان نتفلكس حاولت تسوي الفيلم من خلال صورته على امل ان الناس تغلط وتفتكروا توم هولند بس دي نظرية مؤامرة علماشي خلوها على جنب اه لما بتتفرج على فيلم في اجواء الحرب العالمية التانية في عالم الجواسيس والحاجات دي كلها لمواغزة بتشك في كل حاجة حواليك وعلى الرغم من التحميل اللي انا قلت وعلى شخصية هيولي جات اللي جسدها جورج ماكي ولكن الصراع الحقيقي الكبير موجود عند بول فون هارتمان دي الشخصية اللي عندها الحدة الحقيقية نقدر نقول اصلا انه عنده مشاكل غضب والغضب ده بيخسره حاجات كتير وهو مدرك لده تماما لذلك التكسيد في النص التاني من الفيلم بالتحديد بيشهد حالة تقلق فريدة لما بيلاقي نفسه على وشك انه هو يرتكب نفس الاخطاء مرة تانية واحنا كمشاهدين نشوف وهو بيحاول يصارع نفسه عندنا كذلك جيرمي ايرنز في دور نيفل تشامبرلين واللي احتاج انه يبعلك وجهتين النظر عنه انه ممكن يكون شخصية ساذجة او حمقاء وفي نفس الوقت احتمالية انه ممكن يكون عنده وجهة نظر بس عموما قدر التحيز في تصميم الشخصية ممكن يكون افقد جيرمي ايرنز بعض البريق في التكسيد واه في حالة انكم تكونوا بتتسألوا ادولف هتلر موجود في الفيلم وممكن برضو تكون المعالجة اللي تقدمت له جديدة او على الاقل فيها بعض الزوايا القابلة للتصديق اللي ما شفناهاش قبل كده فيلمنا بيدور في حقبة تاريخية معروفة وده بيشكل قدر كبير من التحديات الاخراجية في الملابس والماكياج ومفردات التصوير الداخلي والتصوير الخارجي والفيلم بيتميز جدا في انه ما حاولش يسهل على نفسه مواقع التصوير متعددة وكتيرة جدا انا نفسي وانا بتفرق كنت بقول ما فيه مشهدين ثلاثة من دول كانوا ممكن يتصوروا في نفس المكان او زاوي التصوير واسعة الاقي نفسي بقول هو ليه صعب على نفسه ما كان ممكن يديقها شوية بس ده لاني راجل كسلان بينما كريستيان شفوهو مخرج الفيلم راجل مفتري او راجل دقيق في شغله ايا كانت الزاوية اللي انتوا عاوزين تبصوا منها اختار القرار الصح فيه كل مرة على حساب القرار السهل وادى لفريق العمل التقني والفني من حواليه كل فرصة عشان يتقلق وفي الاخر يجي حد يقلع معرفش ايه كده في فيلم معرفش اسمه ايه كده ويسرق منه الاهتمام كله بيونخ دا ادجو فور فيلم حلو جدا عندي شوية اسباب تخليني متحيز له شوية منها انه بيجسد وجهة نظر انا شخصيا مقتنع بيها تماما ومنها انه حقيقي ما بينلش الاهتمام اللي يستحقه والاهتمام اللي يستحقه ده مش شرط في نهاية السنة يخلينا نفتكره اصلا بس لما فيلم زي دا يتعرض في يناير فلأ فيلم زي دا يستحق الاهتمام اكتر من كده بكتير الفيلم فيه كل مكونات السينما اللي المفروض تكون بتبسط الجميع قصة تاريخية في اطار درامي اداء تمثيلي رائع من الجميع توازن مقبول ما بين المفردات الفنية والمفردات التجارية تناول مثير للاهتمام وبيفتح ابواب كتيرة للنقاش وبكل تأكيد نتفلكس نفسها مش هتكتهد على الاطلاق في تسويقه نتفلكس كل اللي يهمها انها تكون موجودة في دوائر الاهتمام نزل الملعب بخمس ستة لعيبة مش ضروري الخمس ستة يتقلقه لو في واحد فيهم سرق الاضواء وحصل على كل الاهتمام فبالنسبة لهم دا كافي جدا وانا مقدرش ألومهم بكل تأكيد من المنظور التجاري في الآخر يعني الناس هي اللي طرحت الفيلم دا ولو انا من دوري اني اعرف الناس بالافلام الكويسة اللي تستحق المشاهدة فاعتقد اني بالحلقة دي عملت اللي علي تقييمي لفيلم ميونيخ دا اتجوفور هو 8 من 10 لاني زي ما قلت ما هواش خالي تماما من العيوب مناقشة الحلقة هل يحضركم فيلم تاريخي احداثه حصلت بالفعل عشان نبعد انجلوريوس باستردز عن المناقشة وشكلت لكم بعض المفاجأة لو فكرتم في حاجة ياريت تساهموا بيها في الكومنز الف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شير ولايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول بول تابعوني على فيسبوك تويتر ونيمو انستجرام وبي باي